الندرة التالتة السيئة هي ندرة التعاون مع الناس بأحكامنا عليهم الأحكام اللي بنسود بيها نظرتنا للحياة ونحس بيها بالكآبة والحكم على الناس من باب سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى لأن احنا لا نعلم باطن الناس ألا يعلم من خلق والله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم السر وأخفى اللي بينظر لعبده بالمدد دايماً وبيجمله أجي أنا أحكم عليه وأحكم على باطنه بأنه سيء وأنا ما عرفش هل هو سيء ولا لا وبتحكم عليه وهو في حضرة مولاه أظن ده سوء أدب مع مولاك الندرة الرابعة هي ندرة وضع الناس في قوالب الرجال كلهم خينين والستات كلهم نكاديين والأباء ما بيهتموش بأولادهم وبيرم أولادهم بيهتموا بأغرضهم وهم ناس أننيين والأمهات دي الناس ما عندهاش وعي الأوالب دي أكتر حاجة بتحرم الناس أنها تشوف نور ربنا في الناس من اللي قال أن كل الستات نكاديين والرجالة مين قال أنهم كلهم خايدين الرجل اللي تأخر جوازهم محل شك وقالي الأدب والبنت اللي تأخر جوازها أكيد هي أخلاقها مش كويسة وأكيد محدش قابلها كل الأوالب دي اللي حطين فيها الناس أوالب باطلة وأوالب ظالمة وأوالب للأسف مش حقيقية وفيها سوء أدب مع الله كل الأوالب دي السبب فيها أن احنا بنتعامل مع بعض بخوف وشكته للوقت أن الدارة الأخيرة هي أن الدارة الشعور بالأفضلية أنا خير منه في داء في القلوب أن الإنسان يحس أنه أفضل من غيره فوقات جوعه للإحساس بالتميز يجعله ما يقبلش الناس ويتعامل معهم بصلافة ويتعامل معهم بشدة وبجليطة زي ما بيقول الناس ويحصل إيه بقى؟ وما يطلعش منهم غير الأسوأ ما فيهم زي ما بيقولوا كده يطلع فيهم القطة الفصل بس هو ده ما كانتش سلوك حضرة النبي حضرة النبي كان يحسن الحسن ويتجاوز عن القبيح عدم القبول يا سيدي بين الناس بعد ما شفنا النظارات الخمسة دول عدم القبول من الناس أكتر الأسباب اللي تخلي الناس ما تعيش مع بعضها في سلام على فكرة احنا كمان بنعاني من الوصمات اللي في المجتمع دايما بنعاني من الوصمات اللي في المجتمع وعدم القبول مشكلات عدم التأدير ما بين الأزواج من عدم القبول وواجع الأباء من أبنائهم من عدم القبول واحدة من أهم أسباب الهشاشة النفسية للأولاد وهو أحساسهم بعدم القبول بسبب كتر الانتقاد هدوا بالكم شوية على أولادكم والقبول يا سيدة مش معناه قبول أخطاء من غير تصويب لكن معناه التأكيد على إنه إنسان محترم ونحاول بقدر الإمكان إن احنا نسعى للتحسين فاكرين التنمر التنمر ده جاي منين؟ جاي من واحدة من أهم أسباب التنمر هو إحساسنا بعدم القبول اللي بيخلينا عايزين نجبر الكسر اللي فينا وعدم القبول اللي فينا بإنه إحنا نكسر الناس تنين فنكمل نقصنا بإنه إحنا نقص من الناس ونكسر من الناس والعزو الله وده ممكن يكون أحد الأشكال الموجود في قوله صلى الله عليه وسلم من قال هلك الناس فهو أهلكهم الصعيات اللي ما بيقبلش الناس هو اللي بيهلك الناس ويخليهم الناس مش مقبولين هل في فرصة نوصل لسلام القبول؟ آه تعالوا نجرب مع بعض إزاي نمشي خطوات في اتجاه سلام القبول أول حاجة أنا شايف إن إحنا ممكن نعملها عشان توصلنا إلى سلام القبول اختار حاجة حلوة في كل اللي حواليك وأكد عليها يعني مثلا ابتدي النهار ده اختار حاجة حلوة في زوجتك اختار حاجة حلوة في زوجك واختار حاجة حلوة في أولادك وأكد عليها قولوا لهم أنتوا أحسن حاجة أنتوا فيكم حاجة جميلة أوي أنا بيحبها وأكد عليها أكد عليها ويا سلام لو أنك إنت تعمل لأنتوا لتنين تصرف بيأكد المعنى الحلوة اللي موجود في ده الحاجة وده حاجة مهمة جدا 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 ما تصوروش دي بتفتح القلوب إزاي ما تصوروش دي بتغير النفوس دي إزاي وتخليها في أحسن أحوالها تاني حاجة لما تقابل حد اتعود أن أنت تدور على أجمل حاجة فيه لما تقابل حد ودوة قوى نفسك الأمورة بالسوء تكذب عليك وتقولك أن دوة نوع من أنواع نوع من أنواع التملق ولا نوع من أنواع النفاق أبدان ده نوع من أنواع احترام جمال الله احترام جمال الله إن الله كتب الإحسان على كل شيء أول ما تقابل أي حد شوف أجمل حاجة فيه أول ما تشوف أي حاجة شوف أجمل حاجة فيه تالت حاجة كل يوم دون حاجة تعلمتها من حد حتى لو كان مختلف معك بس تعلمت منه حاجة اكتب اللي تعلمت ده ودونه وحاول تدونه بشكل مرتب هيطلع لك إحساس بأن الناس كلها لسه فيها خير كمان رابع حاجة لازم أنت بشكل واضح جدا 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 طول الوقت إذا شفت حاجة ما عجبتكش على طول تذكر شيء حسن عجبك في الشيء اللي أنت ما عجبتهش ده لو شفت أكل ما عجبكش قول إن أنت أكلته مرة وعجبك قبل كده لو شفت حد تصرف معك تصرف قول والله لا تتصرفه دايما غير كده واللي بيعمله ده تستثناء حاول تعمل كده على طول لما تعمل كده على طول هتجد نفسك عندك قبول كبير للناس خامس حاجة وهي حاجة عزيزة عليها قوي إن أنت تدعي ربنا في الصباح والمساء تدعي ربنا سبحانه وتعالى بالدعاء ده ودعاء ده يفتح قلبك في الصباح والمساء على سلام القبول تقول له يا سلام يا من تحب السلام تسأل مولك سبحانه وتعالى وانت مليء بهذا وتقول له يا سلام يا من تحب السلام أمن اللهم قلبي حتى أقبل عيالك بقلب سليم واشرح اللهم صدري حتى أراهم تجليا من تجليات ودك يا واسع يا كريم واجعلني يا رب بابا من أبواب ودك لهم يا ودود يا رحيم يا رب العالمين اجعلني مقبولا ومقبلا على عبادك المؤمنين يا رب العالمين يا سادة احكونا عن تجربكم مع سلام القبول ووعدكم أن اللي عيبتدي في سلام القبول بالذات في رمضان هيحس بإحساس غريب هيحس أن رمضان وكأن رمضان بيبتدي معاه وكأنه ابتدى يبتدي بقلب سليم مع رمضان وهيحس فعلا أن رمضان كريم